ما أن انتهت الضربة الإيرانية الصاروخية على إسرائيل والتي أتت كرد إيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق ومع تأكيد الجيش الإسرائيلي اعتراض 99% من تلك الصواريخ حتى تحققت أول آثار تلك الضربة اقتصاديا والتي تمثلت من خفاض حاد للعملات الرقمية المشفرة حيث خسرت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية لها قرابة 5300 دولار عن إغلاقها الذي سبق ليلة الهجوم لتستقر في نطاق 63 ألف دولار وبحسب مؤسسات مالية عالمية عدة رصد انخفاض ثاني أكبر عملة مشفرة بنسبة 9.18% إلى 2930 دولار أما عن الأثر الاقتصادي على إيران فقد واصل تومان الإيراني انهياره ليصل لرقم تاريخي حيث بلغ سعر 100 دولار 7 ملايين تومان بحسب وكالات إيرانية بالمقابل تجي توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل والتوقعات بحدوث رد معاكس وتوسع رقعة الصراع ووفق تقرير في موقع زيرو هاتش المالي الأمريكي أدت التوترات بين إسرائيل وإيران إلى ارتفاع سعر خام برينت بنحو 30% منذ كانون الأول ويتوقع مراقبون أن تتداعى آثار تلك الضربة الإيرانية على المؤشر الاقتصادي في إيران تحديدا سيما بعد ترقب ما ستأول إليه تفاصيل اجتماع مجلس الأمن حول الهجوم الإيرانية ودعوات إسرائيلية لإدانة إيران وتصنيف الحرس الثوري الإيرانية منظمة إرهابية اشتركوا في القناة